اشتركوا في القناة وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم فادعوه بها هذه الحلقة نتناول فيها اسما من أسماء الله تعالى الحميد ذاك الاسم العظيم الذي أخبر الله تعالى به في كتابه في مواضع عديدة يقول الله جل وعلا وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد أي إلى طريقه الموصل إليه جل في علا فنسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى صراط الحميد وقال جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني والحميد وقال سبحانه وبحمده وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وقال جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فالآيات التي ذكر الله تعالى في هذا الاسم عديدة كثيرة وتتعلق بما يخبر به عن نفسه ما يخبر به من وحيه ما يخبر به من إنزال كتبه ما يخبر به من عبادته كل ذلك من مقتضيات أنه الحميد جل في علاه وقد جاء هذا الاسم في السنة النبوية المطهرة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الصلاة عليه حيث ختم الصلاة الإبراهيمية بقوله إنك حميد مجيد و جاء أيضا ذكره في الحديث المدرج الذي عدت فيه أسماء الله تعالى و هذا الاسم ثابت ثبوتا لا ريب في كلام الله عز وجل و في سنة النبي صلى الله عليه وسلم و هو مشتق من الحمد الحميد فعيل بمعنى فاعل و بمعنى مفعول و هو مشتق من الحمد و الحمد هو الثناء بالفضيلة و قيل الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال و هذا هو الواقع أن الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال و ذلك أن الله تعالى إنما استوجب هذا الوصف و هذا الاسم لكونه مذكورا جل في علاه بصفات الكمال فله الكمال المطلق و لهذا افتتح الله تعالى كتابه الحكيم بحمده الحمد لله رب العالمين و ذكر في أعقاب حمده أصول أسمائه و صفاته رب العالمين الرحمن الرحيم ذكر خمسة أسماء وأوصاف الحمد لله هذا الأول رب العالمين الثاني مالك الرحمن الرحيم الثالث والرابع مالك يوم الدين الخامس هذه هي مجبات حمده هذه الأسماء أصول الأسماء الحسنة التي تستوجب حمد الله تعالى و الثناء عليه جل وعلا و الحمد أوسع الصفات و عم المدائح فإنه المستحق لكل حمد جل في علاه فجميع أسمائه و جميع صفاته دالة على أنه المحمود جل في علاه المستحق بأن يثنى عليه و أن يجل كل أسمائه كل صفاته كل أفعاله كل أحكامه كل جزاءاته كل ما يكون منه جل وعلا موجب لحمده سبحانه بحمده يقول ابن القيم رحمه الله الحمد أوسع الصفات و عم المدائح لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد و صفاته حمد و أفعاله حمد و أحكامه حمد و عذله حمد و انتقامه من أعدائه حمد و فضله في إحسانه إلى أولياء حمد و الخلق و الأمر إنما قام بحمده و وجد بحمده و ظهر بحمده و كان الغاية هي حمده روح كل شيء و قيام كل شيء بحمده فهو الحميد سبحانه و بحمده لا يقوم شيء في الدنيا إلا بحمده و هو دال على أنه المحمود الحميد في ذاته الحميد في أسمائه الحميد في صفاته الحميد في أفعاله فله من الأسماء أحسنها و له من الصفات أكملها و له من الأفعال أتمها و له من الأقوال أصدقها و له من الأفعال ما هو بهي جميل ففعله جل في علاه دائر بين الفضل والعدل فالحمد كله له جل في علاه فالحمد كثرة الصفات والخيرات وهو الذي لا يحصي عباده لا يحصي عباده فناء عليه جل في علاه هو كما أثنى على نفسه بل ما يديك العباد من موجبات حمده شيء لا يبلغ حقه ولهذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بربه الذي قال أما والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له يخبر أنه يوم القيامة يفتح الله تعالى عليه من المحامد ما لا يعلمه الآن يعني في الدنيا هذا دال على أن موجبات حمده كثيرة لا يحصيها العباد وأنه يوم القيامة يتبين من موجبات حمده ومقتضيات أنه الحميد جل في علاه ما لا يعرفه الناس بل ما لا يعرفه أكمل الخلق علما به في الدنيا وهو النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم حمد الله تعالى له جانبان وله وجهان الوجه الأول أن جميع مخلوقاته ناطقة بحمده فكل حمد وقع من أهل السماء والأرض الأولين والآخرين إنما هو له جل وعلا وكل حمد يقع في الدنيا والآخرة إنما هو له جل في علاه فله الحمد كله أوله وظاهره آخره وباطنه سبحانه بحمده هذا من ناحية أنه المحمود فهو الحميد بمعنى المحمود الذي يحمده كل من في السماوات ومن في الأرض على إحسانه وفضله وإنعامه وسائر جوده سبحانه وبحمده أما الثاني فهو المعنى الذي تقدم وهو حمده لما له من الصفات الكاملة فحمد لفعله وحمد لوصفه حمد لفعله الذي يصل إلى العباد وحمد لوصفه لما يعلمه الخلق من كمالاته وكله يندرج في أنه هو المحمود جل وعلا هناك معنى آخر للحميد وهو أنه يحمد عباده القائمين حميد بمعنى حميد فعيل بمعنى يأتي بمعنى فاعل وهو القائم بحمد عباده جل في علاه فهو الذي يحمد عباده على طاعتهم فيشكرهم عليها ويجزيهم عليها إثابة وعطاء وإحسانا وتفضلا منه جل في علاه ولهذا يقول جل وعلا لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني والحميد فغناه متجاوز لعباده واصل إلى خلقه وهو موجب لحمده وهو من حمده لمن يستحق الحمد من عباده سبحانه بحمده ولهذا يقول جل وعلا وَلَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُؤْمِظُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غني حميد فهو طيب لا يقبل إلا طيبة وهو حميد يحمد من صدق في إقباله عليه وتقدم إليه بما يحب طلبا لما عنده جل في علاه إن هذا الاسم العظيم يتوسل به المؤمن إلى الله تعالى في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم كما علمه صلى الله عليه وسلم أمته فيقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكذلك في الدعاء المباركة اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما أن المؤمن يتوسل إلى الله تعالى بحمده وهو من مقتضيات أنه الحميد في صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في التهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ثم يعود ويقول ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ويعود ثالثة ويقول ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن فحمد الله تعالى هو مما يقوم به قلب العبد تحقيقا للعبودية وذلا لله عز وجل وخضوعا لهذا الجمال والبهاء والحسن الذي لا يمكن أن يملك العبد إلا أن يذل له وأن يخضع وأن يحبه وأن يثني عليه وأن يمجده إن حمد الله تعالى به ينال العبد المراتب العليا والعطايا الكبرى لذلك قال في الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبد رسفين ولعبدي ما فعل ولعبدي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي مفتاح العطاء حمد رب الأرض والسماء ثم قال إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي ثم إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي ثم قال إذا قال إياك نعبد وإياك نستعيد قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ثم إذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي مساء من هذا يتبين أن الحمد وهو فاتحة كتاب الله عز وجل هو مفتاح تحقيق العبودية التي ينال بها العبد ما يؤمل من الخير ومن العطاء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الخطبة بحمد الله عز وجل والثناء عليه وتمجيده لأنه الذي به تستفتح المستغلقات و به تدرك المطلوبات و به يحصل الإنسان الخيرات في الدنيا و في الآخرة كذلك ينبغي المؤمن أن يستحذر أن حمد الله يجب محبته فمن حمد الله حقا نال بذلك محبة الله جل وعلا و ينال بذلك رضاه فإن الحمد مجب للرضاه لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يشرب الشرب فيحمده عليها و يأكل الأكل فيحمده عليها هذا في حمد اللسان فكيف إذا كان حمد اللسان قد وافق قلبا امتلأ بالثناء على الله و محبته و تعظيمه و إجلاله و الإقرار بكماله في أسمائه و صفاته و أفعاله و حكمه و شرعه و دينه بالتأكيد أن ذلك سيكون محققا لرضى الله جل وعلا فإن الله تعالى إذا رأى من العبد حمدا صادقا و إقبالا تاما كان ذلك موجبا لرضاه عنه فإنه إذا قال العبد الحمد لله عند أكلة أو شربة رضي الله تعالى عنه فكيف إذا كان حامدا لله في قيامه و قعوده و في ذهابه و مجيئه و في سائر أحواله بالتأكيد أن هذا يفتح له أبواب العطاء و الرضاء اللهم إنا نسألك رضاك و أن ترزقنا ألسنا ذاكرة و قلوبا خاشعة و أعمالا صالحة و أن تجعلنا من أوليائك و حزبك و إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم فادعوه بها أستودعكم الله الذي لا تضع و داعه و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته شكرا